أهلا بكم متابعي قناة الملوك يلاحظ الكثير من المربي طيور الباجي وجود فراخ في العش تكون بدون ريش عندنا هذا الفرخ كما تلاحظون وجدنا هذا الفرخ في العش بدون ريش لاحظوا في بعض المناطق في الجسم لا يوجد ريش نهائيا لاحظوا فالسبب لعدم نمو أو وجود الريش في الفراخ هو أن الأنثى تقوم بنتفى الريش ريش الفراخ والسبب هو نقص الأملاح المعدنية عند الأنثى فضروري جدا إذا لاحظنا هذه المشكلة وجود الفراخ طبعا الأنثى التي تقوم بنتفى الريش نلاحظ أن الريش منتوف في بعض المناطق كما يوجد في هذا الفرخ بعض المناطق فقط فضروري جدا أن نقوم بحل هذه المشكلة بوضع الأملاح المعدنية مع الأكل أو مع الشراءة مع الماء للطيور يوجد قطرات في الصيدلية البيطرية أو في الصيدلية البشرية لا يوجد مشكلة قطرات تحتوي على أملاح معدنية وكاليسيوم هذه القطرات نضيفها إلى الماء للطيور وإيضا لا ننسى أن نضع ملح الطعام مع الحبوب نخلط ملح الطعام مع الحبوب وعظم الحبار عظم الحبار طبعا يحتوي على الكاليسيوم وعلى الكثير من الأملاح المعدنية فعظم الحبار ضروري جدا أن يكون موجود مع الطيور بشكل مستمر هذه المشكلة الأولى المشكلة الثانية هو سوء التغذية نلاحظ أن بعض الطيور لا تغذي الفراخ بشكل جيد فنلاحظ أن الفراخ تكون بدون ريش وأيضا يكون جسمها ضعيف أو هزيل بسبب سوء التغذية طبعا في هذه الحالة إذا لاحظنا أن الذكر وأنثى لا يطعم الفراخ بشكل جيد يجب أن يتدخل مربي وأن يطعم الفراخ يدويا يعني يساعد الأم والأب لا يأخذ الفرخ من العش نهائيا فقط يأخذ الفرخ يطعمه يدويا ثم نرجع الفرخ إلى العش هذه المشكلة بسبب سوء التغذية وأيضا لا ننسى التنوع في الأكل بعض المربين نلاحظ أن يضع بعض الحبوب مثلا حبوب الدخن بشكل مستمر للطيور فقط ولا ينوع ضروري التنوع في الحبوب وخاصة حبوب الفلارس والكثير من الحبوب الجيدة للطيور المنوعة وأيضا الفيتامينات فخلال فترة خلال فترة التزاوج وحظن البيض وخلال فترة التفريخ ضروري جدا أن نهتم بالتغذية ننوع في الغذاء حتى الأم الذكر والأنثى يطعم الفراخ الحبوب المنوعة التي تحتوي على الكثير من الفائدة ويكون جسم الفراخ جيد فسوء التغذية مشكلة قد تسبب في موت الفراخ يعني نلاحظ أن الفراخ ضعيفة والفراخ للعلم أن الفراخ التي تكون بنيتها ضعيفة وهي صغيرة خلاص يعني تنمو على الضعف بعكس الفراخ التي تكون بنيتها قوية وهي صغيرة نلاحظ أنها تنمو بشكل جيد وتكبر بسرعة أما الفراخ التي تكون بنيتها ضعيفة وسوء تغذية نلاحظ أنها كل ما تكبر تكون هزيلة لا تستطيع الطيران وتساقط الريش والكثير من المشاكل تتعرض لهذه الطيور فالاهتمام بالتغذية والتنوع في الغذاء لا ننسى خلال الفترة الأولى للتفريخ أن نضع البيض المسلوق البيض المسلوق يحتوي على البروتين الذي يساعد على نمو العظام بسرعة فالبيض المسلوق مهم جدا خلال الفترة الأولى من عمر الفرخ وأيضا لا ننسى الفيتامينات إذا كانت الفراخ ضعيفة وأن نلاحظ أيضا أن الطيور ضعيفة فنضع بعض الفيتامينات مع الأكل طبعا يوجد فيتامينات سائلة وأيضا يوجد فيتامينات حبوب على شكل حبوب ممكن أن نخلطها مع الحبوب والفيتامينات السائلة ممكن أن نضيفها إلى الماء فحبيت خلال هذا اليوم أن أقدم لكم هذه المعلومة وهذه المسكلة التي يعاني منها الكثير الكثير من مربي طيور البعدي هذا ونتمنى لكم الفائدة وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله شكرا